اطمأن رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضر موت العميد روكن سعيد المحمدي على صحة عدد من الشخصيات العسكرية والنضالية والاجتماعية بمدينة المكلة وزار العميد المحمدي اللواء روكن أحمد بامر ضاح والذي شغل العديد من المناصب العسكرية القيادية وآخرها وكان آخرها منصب مدير دائرة الرقابة والتفتيش بوزارة الدفاع في ظل الدولة الجنوبية السابقة كما زار أيضا العقيد سالم السومحي الذي يعد من الشخصيات النضالية البارزة التي ناضلت وقدمت العديد من التضحيات والإسهامات الوطنية المشرفة كما اطمأن العميد المحمدي على الصحة المساعد الصحي والشخصية الاجتماعية والرياضية صالح التميمي بعدما ألم به من عارض صحي متمنيا له الشفاء العاجل ترجمة نانسي قنقر